اشتركوا في القناة عند حديث أنس رضي الله عنه الذي بوّب له الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب السؤال عن أركان الإسلام ثم وصلنا عند آخر الحديث وهو قوله والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّا الْجَنَّةَ لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّا الْجَنَّةَ وهذا الرجل العرابي الذي جاء من البادية الذي قال فيه أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء الرجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق هذا الرجل كما تبين في رواية الإمام البخاري فإن في رواية الإمام البخاري في آخره قال وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ففي رواية الإمام البخاري وفي آخره عرفنا أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفده قومه في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم ثم شرحنا هذا الحديث في اللقاء الماضي وقال في آخره والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن وسبق أن تكلمنا عن هذه اللفظة وعن الزيادة وعن النقصان في الحديث الماضية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة فاللام هنا في قول أن موطئ القسم أي والله لأن صدق ليدخلن الجنة وكذلك اللام هنا واقع في جواب القسم وجواب الشرط كذلك دل عليه جواب القسم وهو قول ليدخلن الجنة لا إن صدق ليدخلن الجنة وفي الطريق الآخر قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله وقلنا أن المراد بمثله يعني باللفظ نفسه باللفظ نفسه وليس بالمعنى وليس في اختلاف الألفاظ فعندما يقول المصنف بنحوه يعني بمعنى أو قد يكون هناك خلاف بعض الألفاظ أو اختلاف بعض الألفاظ وأما عندما يقوله بمثله كما هنا فإنه يسوق الحديث بمثل الطريق السابر وهنا أنس رضي الله عنه يقول كنا نهينا في القرآن وهو قوله تعالى يا أيها الذين آموا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وقد بينا معنى هذه الآية في اللقاء الماضي وبينا كذلك سبب نزولها قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله وهنا مسألة وهي اختلف في قدوم ضمان بمن سعر بع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفها في السنة التي قدم فيها ضمام ابن ثعلبة ضمام رضي الله عنه فجزم الواقدي بأنه كان سنة خمس من الهجرة وقد رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغلطه مستدلا بوجوه أحدها أن قدوم ضمام ابن ثعلبة كان بعد نزول النهي في القرآن بعد نزول النهي في القرآن وآية النهي في سورة المائدة آية النهي وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء هذه الآية في سورة المائدة ومن المعلوم أن نزولها متأخر جدا الأمر الثاني الذي استدل به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن إرسال الرسل يدعون إلى السلام ابتدى بعد الحديبية الأمر الثالث أن في القصة أن قومه أوفدوه يعني في بعض ورد في بعض الروايات أن قومه أوفدوه ومعظم الوفود كان بعد فتح مكة الأمر الرابع جاء في حديث بن عباس رضي الله عنهما أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعهم إليه ولم يدخل بل ساعد في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال سنة ثماني من الهجرة ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الوجوه التي رد بها على الواقدي في قوله أن قدومه كان في سنة خمس قال بعد ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فالصواب أن قدومه ضمام كان في سنة تسع من الهجرة فقدومه رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سنة تسع من الهجرة يُأخذ من هذا الحديث إضافة إلى ما ذكرناه سابقا قبول خبر الواحد على أن ضماما كان رسول قومه ودعاهم الإسلام فصدقوه يعني ذهب إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن شرائع الإسلام ثم رجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام وعلّمهم ما تعلمهم من نبي صلى الله عليه وآله وسلم فصدقوه وهو واحد فيأخذ من هذه القصة جواز أو قبول خبر الواحد كذلك يأخذ من هذا الحديث جواز الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد لأن هذا الوافد هذا الرجل العرابي كان يستحرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحلافه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس اهتهاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يريد التثبت والزيادة في التأكيد لزيادة التأكيد وللأمر عنده متحقق وأنه لا يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلفه قال الإمام وسلم رحمه الله تعالى فيما بوّب عليه الإمام وسلم رحمه الله تعالى بقوله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو قال أو لقد هدي لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دعي الناقة وفي الطريق الثاني قال ما مسلم وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب ابن موهب وأبوه عثمان أنه ما سمع موسى ابن طلحة يحدث عن أبي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث وفي الطريق الثالث قال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى ابن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية إن تمسك به إن تمسك بما أمر به دخل الجنة في هذا الباب فيه حديث أبي أيوب الذي قرأته الآن بطرقه الثلاثة وكذلك فيه حديث أبي هويا رضي الله عنه وكذلك فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه بطرقه ففي هذا الباب ثلاثة أحاديث في هذا الباب ثلاثة أحاديث الحديث الأول وهو حديث أبي أيوب والحديث الثاني حديث أبي هريرة والحديث الثالث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا أما حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فكذلك رواهما الإمام البخاري رواهما الإمام البخاري فهما من أحاديث المتفق عليها فقد رواها كذلك البخاري مع مسلم رحم الله الجميع وأما حديث جابر الثالث في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنهما فانفرد به مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول الإمام مسلم أو روى الإمام مسلم بسنده في هذا الحديث في الطريق الأول إلى أبي أيوب رضي الله عنه قال أن أعرابيا وأعرابي هنا بفتح الهمزة والعرابي هو البدوي العرابي هو البدوي وهو الذي يسكن في البادية العرابي هو البدوي وهو الذي يسكن في البادية ومرة سبق معنا في الحديث السابق الكلام عن البادية وعن سكن البادية وأن من سكن البادية فقد جفى قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر عرض بمعنى أنه تعرض له بدى له وتعرض له أي ظهر عليه وبدى له وتعرض له وهو في سفر هذا السفر كما ورد في بعض روايات هذا الحديث أنه الحج سفر الحج وكان في عرفات عرض له هذا الأعرابي وكان نبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج في يوم عرفة في عرفات وكان صلى الله عليه وآله وسلم راكبا راكبا ناقته قال أن عرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها طبعا أو للشك والشك هنا من الراوي الشك من الراوي فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها والخطام هو الحبل الذي يتقاد به الناقة ويكون في رقابتها الخطام هو الحبل الخطام بكسر الخاء هو الحبل الذي تقاد به الناقة ويكون في رقابتها وأما الزمام فهو الحبل الدقيق الذي يكون في أنف الناقة لتقاد به الزمام هو الذي يكون في أنف الناقة من أجل أن تقاد به قال فأخذ بخطام ناقته أو بزمامه يعني أمسك أمسك بخطام الناقة من أجل أن يوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بخطام الناقة أو بزمامها من أجل أن يوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار هذا سؤال هذا العرابي وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يقربه من الجنة ومعنى يقربه من الجنة يعني يدنيه وفي بعض الروايات ما يدخل به الجنة يعني ما يدخلني الجنة فالمراد هنا بقوله ما يقربني يعني ما يدنيني والمراد بالقرب والدنوه ودخول الجنة فكأنه يريد يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأعمال التي تدخله الجنة عن الأعمال التي تدخله الجنة وتبعده عن النار ولذلك قال يا رسول الله أو قال يا محمد أو يا محمد الشكم الراوي أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار وهذا العراب عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لو اكتفى بقول أخبرني بما يقربني من الجنة فإنه يستلزم منه ما يقربه من الجنة يبعده عن النار يستلزم من قوله أخبرني بما يقربني من الجنة يلزم من هذا أن الذي يقربه من الجنة يبعده كذلك عن النار ولكنه أراد التأكيد على إبعاده عن النار فقال أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار يعني يريد ما يدخل به الجنة من الأعمال الصالحة ومن الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويريد من الأعمال الصالحة التي تبعده عن النار ولا تقربه كذلك من النار فهذا العرابي جاء سأل عن سؤال عظيم وهذا السؤال هو عن الأعمال التي تدخله الجنة وتبعده عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فهنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الرأي فكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن المشي وعن استماره في مشيه وقف كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مشيه واستسلم لهذا السائل واستمع له وأنصت لسؤاله ثم نظر في أصحابه يعني بعد أن سمع سؤال هذا الأعرابي هذا الرجل العاقل هذا الأعرابي الذي جاء من الأعراب من البادية وسأله هذا السؤال المهم وهو ما الذي يدخله الجنة وما الذي يبعده عن النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كف عن المشي وعن السير ثم نظر في أصحابه وهنا ثم ثم هنا تفيد الترتيب لكن مع التراخي تفيد الترتيب لكن مع التراخي فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف هنيهة من الزمن بعد أن سمع سؤال ذلك الأعرابي ثم بعد ذلك بعد أن وقف هنيهة النظر في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كأنه يقول هذا هذا الأعرابي انظر إلى الإسلام كيف غير من حاله فبدل من أن يكونوا وراء الشات والبعير ووراء الدنيا انظر كيف حولهم الإسلام إلى السؤال عن أسبابي وعن أعمالي التي تدخلهم الجنة وتبعدهم النار كيف أن الإسلام قد سمى بهم عن كونهم وابحثون عن شاتهم وعن بعيرهم وعن أعمالهم الدنوية فقط إلى هذا إلى هذا الأمر وهو النظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى والأعمال والأسباب التي تدخلهم الجنة قال ثم نظر في أصحابه كأنه يقول هذا سؤال مهم وهذا سؤال صدر من إنساء عاقل ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي الشكم الراوي النبي صلى الله عليه وسلم قال أحداء اللفظتين إما أنه قال لقد وفق أو قال لقد هدي ولكن الشكم الراوي الراوي هو الذي شك في هذه اللفظة وهل قال لقد وفق أو قال لقد هدي فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن سمع السؤال قال لقد وفق أو لقد هدي وفق في سؤاله وهدي إلى الصواف في سؤاله عندما سأل هذا السؤال ثم قال كيف قلت كيف وكيف هنا كيف السؤال على أحوال السؤال على أحوال ولكن تقول للإنسان إذا أردت أن تسأل عن حاله تقول كيف حالك كيف حالك فهنا السؤال عن الأحوال والذي يظهر أن السؤال يكون ماذا قلت ما يقول كيف قلت وإنما يقول ماذا ماذا قلت لفلماذا هنا قال كيف قلت قال كيف قلت حتى يعيد السؤال على هئته وعلى الحال التي سأله في البداية في السؤال الأول يريد أن يعيد السؤال نفسه ولا يغير فيه أن يعيده على هيئته وعلى حالته التي سأله عليه في البداية وفي أول الأمر كيف قلت كيف قلت قال فأعاد أي فأعاد السؤال ولذلك عاد فعل ماضي والمفعول هنا محذوف تقديره فأعاد السؤال كيف قلت قال فأعاد يعني فأعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دعي الناقة قال أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي تدخله الجنة وتبعده عن النار فأول عمل هو التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى قال تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله لا تشرك به شيئا وفي بعض كما مر معنا تشهد أن لا إله إلا الله توحد الله سبحانه وتعالى وكلها بمعنى واحد هي عباية الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أي ليوحدون قال تعبد الله لا تشرك به شيئا مر معنا في حديث جبريل المشهور حديث عمر رضي الله عنه فيه معطوف قال تعبد الله ولا تشرك بالعطف بخلاف هنا في هذا الحديث قال تعبد الله لا تشرك به شيئا أما في حديث عمر رضي الله عنه حديث جبريل المشهور فهناك بالعطف تعبد الله ولا تشرك ولا تشكر به شيئا وهنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا لا تشرك به شيئا فجمع بين أمرين بين الأمر بعباية الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك مع أنه لو قال لا تعبد الله سبحانه وتعالى كفى فإن عباية الله سبحانه وتعالى يستلزم منها عدم الوقوع في الإشراك بالله فإن عباية الله سبحانه وتعالى يلزم منها عدم الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى وقيل أن الكفار كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن مع عبادتهم لله سبحانه وتعالى كانوا يشركون بالله وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان وهم يعبدونها لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفا فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان فقال هنا تعبد الله لا تشرك به شيئا قال وتقيم الصلاة ومرة معنا في الأحيي السابقة معنا إقامة الصلاة وإقامة الصلاة أمر زايد على أدائها وقد مر معنا وسيأتي إن شاء الله كذلك قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إقامة الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي آكد الأركان وأعظمها وأهمها ثم قال وتؤتي الزكاة وهي الركن الثالث بعد الصلاة والزكاة هي قارينة الصلاة غالبا ما يأتي في النصوص نصوص صلى الكتاب أو السنة غالبا ما تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة قال وتصلوا الرحم وتصلوا الرحم إذن هنا ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال التي تدخل الجنة صلة الرحم وصلة الرحم أو ما المراجب الرحم أولا المراجب الرحم هم الأقارب أقاربك من جهة أبيك وأمك فأبوك وإن على أبوك وجدك وإن على وابنك وابن أبنك وإن نزل وأعمامك وأبناء أعمامك أعمامك وإن علوا وأبناء أعمامك وإن نزلوا وأخوالك وإن علوا وابنوا أخوالك وإن نزلوا وخالاتك وأبناءهم كذلك كل هؤلاء من الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك أقاربك من جهة أبيك إخوانك آباؤك أجدادك أعمامك أبناءهم وأبناء ابنائهم هؤلاء كلهم من أرحام من جهة الأب ومن جهة الأم أخوالك أخوالك وأبناؤهم وآباؤهم وخالاتك كذلك كل هؤلاء من الأرحام هؤلاءهم الأرحام أقاربك من جهة أبيك وأمك البعض يفهم أن الأرحام هو أقارب زوجتك البعض يفهم أن الأرحام هم أقارب الزوجة وأقارب الزوجة لا يسمون أرحام وإنما يسمون أصهار أقارب الزوجة ليسوا أرحاما وإنما يسمون أصهار فقال هنا وتصل الرحم وصلة الرحم تكون يعني بزيارتهم بتفقدهم إن مرض أحدهم يزار إن كان أحدهم محتاجا يواسى يسأل عن فقرائهم فيواسيهم يسأل عن مرضاهم فيزورهم وهكذا هذه صلة الرحم بمواساتهم وبصلتهم وهناك أحاديث كثيرة لا تخفى عليكم تدل على فضل صلة الرحم وحاجة تدل كذلك على الآثار المترتبة على عقوق الرحم على عدم صلتهم وعلى عقوقهم قال وتصل الرحم قال ثم قال دعي الناقة أترك الناقة يعني بعد أن أجابه عن سؤاله قال أترك الناقة دعي الناقة يعني أترك الناقة فاضر إلى هذا الرجل هذا العراب عندما سأل هذه عندما سأل هذا السؤال الذي يحتاج كل واحد مننا وهو ما الذي يدخلك الجنة وما هو الذي يبعدك عن النار فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقول تعبد الله لا تشرك به شيئا والعباية طبعا تدخل فيها كل الشرائع عندما قال تعبد الله تدخل فيها كل الشرائع فجسم جامع لكل لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فكل هذه فكل الشرائع وكل الأعمال الصالحة تدخل في قوله تعبد الله تعبد الله لا تشرك به شيئا الطريق الثاني قال هنا حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ونلاحظ في الطريق الأول قال عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة وأما شعب هنا أما في الطريق الثاني فيقول شعبة حدثنا محمد بن عثمان وهنا قال العلماء بأن شعبة وهمة فإن الصحيح وما في الطريق الأولى وهو الذي حدث به عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عثمان فاسمه عمر بن عثمان وليس محمد بن عثمان فشعبة رضي الله عنه وإن كان إماما في الحديث وإن كان جبلا وهو أمير المهم في الحديث إلا أنه وهم في هذا الحديث وهم في هذا الحديث وكونه وهم في هذا الحديث لا يضره وكونه وهم لا يضره ولا يحط مشانه لكن الحق قال بأنه وهم بأن هذا من أوهام شعبة رحمه الله تعالى فإنه بدل من أن يقول عمر بن عثمان كما في الطريق الأولى قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال وأبوه عثمان أنه ما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن نبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث أي بالحديث مثله من غير زاية أو نقصان في الطريق الثالث قال حدثنا يحيا ابن يحيا وهذا شيخ مسلم يحيا بن يحيا غير يحيا بن يحيا الليثي راوي الموطة فإن يحيا ابن يحيا الليثي راوي الموطة ليس له رواية في الكتب الستة ليس له رواية في الكتب الستة والمراد بيحيا شيخ مسلم هنا في هذا الحديث هو يحيى ابن يحيى التميمي يحيى ابن يحيى التميمي وهو شيخ مسلم وهو الذي له رواية وأما يحيى ابن يحيى اللي في راوية الموطة راوية الإمام مالك لكتابه الموطة وروايته مشهورة فليس له رواية في الكتب الستة قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا أبو الأحوص أبو الأحوص هو سلام بالتشديد هو سلام بن سليم بالتشديد وهذه حاء كما سبق معنا حرف حال التحويل من سند إلى آخر فبدل من أن يسوق السند من أوله يحذف أول السند ثم يأتي بالطريق التي يلتقي فيها الإسنادان فيذكر الطريق التي يلتقي فيها الإسنادان فبدل من أن يأتي بالإسناد من أوله يحذف الإسناد الثاني ثم يذكر فقط بعد الحاء الطريقة التي يلتقي فيها الإسنادان قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو شيبة هو إبراهيم عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأحوص وكم مرة معنا هو سلام ابن سليم بالتشديد سلام عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن موسى ابن طلحة أبو إسحاق هنا هو عمر ابن عبد الله السبيعي أبو إسحاق هو عمر ابن عبد الله السبيعي عن موسى ابن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعجني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك هناك في الرواية الأولى في الطريق الأولى قال وتصل الرحمة في الطريق الأولى قال وتصل الرحم وهنا قال وتصل ذا رحمك ذا يعني صاحب وتصل ذا رحمك يعني صاحب الرحم قال فلما أدبر يعني فلما ولى وأدبر هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تمسك بما إن تمسك بما أمر به دخل الجنة إن شرطية إن تمسك بما أمر به وهنا أمر مبني المجهول أمر مبني للمجهول وورد في لفظ آخر إن تمسك بما أمرته إن تمسك بما أمرته فيكون مبني المعلوم والتافاعل إن تمسك بما أمرته إن تمسك بما أمر به دخل الجنة فهنا إن شرطية إن تمسك بما أمر به جواب الشرط دخل الجنة يعني إن وفى وقام بما أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي دله عليها من أجل أن يدخل الجنة فإنه سيدخل الجنة إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به إن تمسك به يعني بالأعمال التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله هذا الحديث الأول هو حديث أبي أيوب وانتهينا منه والحمد لله وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو كما أسلت هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وهنا في هذا الحديث أن هذا العرابي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة هناك في الرواية السابقة في حديث أبي أيوب قال يقربني من الجنة ويباعدني من النار هنا قال يدخلني أدخلت به الجنة دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فالمراد بقول كما أسلفنا يدنيني من الجنة يعني يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة هنا زاد في هذا الحديث المكتوب يعني المفروضة كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوطا يعني مفروضا وتؤدي الزكاة المفروضة يعني وتخرج بها صدقة التطوع يخرج بهذا صدقة التطوع وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان إذن هو أخبر يعني قال له تعبد الله ولا تشكر به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة كالحديث السابق يرى أنه زاد في حديث أبي هويره قال الصلاة المكتوبة وهو الزكاة المفروضة ثم قال والذي نفسي بيده هنا يحلف هذا الأعرابي بالله عز وجل فإن نفسه بيد الله سبحانه وتعالى قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه وقد مر معنا هذه الجملة في الحيث السابقة لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه ومر معنا مر شرحها ولا داعي إلى إعاجتها مرة أخرى قال فلما ولا كما ورد في الحيث السابق أدبر فلما ولا يعني أدبر وذهب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ولى بعد أن قال هذا العرابي والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره يخاطب أصحابه يخاطب الصحابة رضي الله عنهم يقول لهم من سره من أراد أن يكون مسهورا ويسر فعليه أن ينظر إلى هذا إلى هذا الرجل فإنه رجل من أهل الجنة من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يعني إلى هذا الرجل فهنا شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا أحين يوحى فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيوفي وسيوفي بما التزم به وسيصدق في قوله وأنه سيأتي بالمأمورات وسيجتنب المنهيات وسيأتي بالشرائع فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل سيوفي وسيلتزم وسيصدق في هذا الذي ذكره قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فأوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أهل الجنة وأنه سيختم له بخير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحاب من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل وهنا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أن أن الذين شهد لهم بالجنة عشرة أنهم عشرة مبشرون بالجنة أنهم عشرة مبشرون بالجنة فكيف هنا يشهد لهذا الرجل كذلك بالجنة فهنا لا تعارض لأن العدد لا يفهم منه الحصر لا يفهم العدد لا يفهم منه الحصر وإنما يعني قد يأتي غيرهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غير هذا الرجل وغير العشرة مبشرون بالجنة فقال الحسن والحسين سيداء أهل الجنة سيداء أهل الجنة وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فلا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن العشرة المبشرين بالجنة أن شهادته محصورة في هؤلاء العشرة فقط وإنما قد شهد لغيرهم فلا يفهم أن العدد يفهم منه الحصر أو أنه محصور على هذا على المعدود فقط على المعدود الذين ذكرهم وهم العشرة فقد شهد لهذا الرجل ولغيره صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة الثالث وهو الذي تفرد به مسلم دون البخاري رحمهم الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم وإبراهيم هو أبو شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب يعني هذا الحديث الإمام المسلم له شيخان أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب لكن هذا اللفظ الذي سيسوقه هو لفظ أبي كريب قال قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم عن الأعمش والأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد عن أبي سفيان عن أبي سفيان وأبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم أبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم وسفيان السين في سفيان فيها ثلاث لغات الضم والكسر والفتح تقول سفيان وسفيان وسفيان ففيها ثلاث لغات الضم سفيان والكسر سفيان والفتح سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد مدلس وقد روى هنا بالعنعنة ومن المعلوم عند المحدثين أن المدلس إذا عنعن لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع وهنا الأعمش لم يصرح بالسماع وإنما روا بالعنعنة فقال الأعمش عن أبي سفيان والجواب عن ذلك أن رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع أن رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع بمعنى أنهم صرحوا بالسماع في طرق أخرى فكل رواية المدلسين التي أخرجها أصحاب الصحيح البخاري ومسلم كلها محمولة على السماع فلا إشكال في ذلك والحمد لله قال هنا عن جاب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان أتى النبي النبي مفعول به مقدم والنعمان فاعل مؤخر أتى النبي النعمان يعني أتى النعمان النبي صلى الله عليه وسلم فقدم المفعول وأخر الفاعل النعمان ابن قوغل فقال يا رسول الله أرأيت أرأيت يعني أخبرني فقال يا رسول الله أرأيت أي أخبرني إذا صليت المكتوبة يعني الصلوات المفروضة المكتوب يعني المفروضة وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واشتنبته أي يعني لا بد من الأمرين قوله وحرمت الحرام وحرمت الحرام أراد به أمرين أراد به أمرين الأمر الأول هو أن اعتقاده أنه حرام أن يعتقد أن هذا الفعل حرام وهذا لا يكفي الاعتقاد في حد ذاتي بأن هذا الفعل الحرام لا يكفي لا بد من الأمر الثاني وهو أن لا يفعله أن يجتنب هذا الحرام قال أرأيت أي أخبرني إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته ولم أفعله اعتقدت حرمته ولم أفعله قال وأحللت الحلالة أي اعتقدت حله ولا يلزم منه أن يفعله أما الحرام فيلزم أن يجتنب الحرام يلزمه أن يجتنبه مع اعتقاده أنه حرام يلزمه أن يجتنب هذا الحرام وأما الحلال فإنه يعتقد حله وقد ياتيه وقد لا ياتيه قد يفعله وقد لا يفعله أأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يعني نعم تدخل الجنة نعم تدخل الجنة في الطريق الآخر طريق الثاني حديث جابر رضي الله عنهما قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله يعني بمثله الطريق السابق وزاد فيه وزاد فيه قال له أبو صالح وأبو سفيان أبو صالح وأبو سفيان زاد فيه وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا يعني أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرامة وأحللت الحلالة ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الطريق الثالث قال وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضانا وأحللت الحلالة وحرمت الحرامة ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا قال والله لا أزيد على ذلك شيئا هنا قال مسلم قال حدثنا معقل قال وهو ابن عبيد الله كلمة وهو ابن عبيد الله هذه من عند الإمام مسلم رحمه الله لأنه أخذه عن شيخه معقل معقل فقط بدون نسبته إلى أبيه والبيان والتوضيح هنا من الإمام مسلم فإنه قال ابن عبيد الله والإمام مسلم رحمه الله تعالى إذا كان في شيخه له أن يذكر ما يذكر من صفة ومن نسب لهذا الشيخ له أن يتصرف وله أن يذكر ما يتعلق بهذا الشيخ من صفة أو من نسب وأما ما يسمعه عن شيخ شيخه فلا فلا يتصرف الرواية ولا يزيد ولذلك هنا قال حدثنا معقل يعني أو قال وهو أحيانا يقول يعني هو فلان وهنا قال وهو ابن عبيد الله يعني معقل هو ابن عبيد الله فنسبه إلى أبيه ابن عبيد الله فهذا التصرف من الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأما شيخه فقد حدثه بقوله معقل ولم يزد عن ذلك ولم يزد عن ذلك فالإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وهو قال وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير أبي الزبير كذلك مشهور بالتدليس وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير محمد بن مسلم وهو مشهور كذلك بالتدليس وقد روى بالعنعنة وكما مر معنا عندما تكلمنا عن الأعمش وهو مدلس وقد عنعن فكذلك هنا أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن وذكرنا أن رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع عن أبي الزبير عن جاب رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت أي أخبرني إذا صليت الصلوات المكتوبات اللي الصلوات الخمس الصلوات المكتوبة المفروضة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيء وهنا يلاحظ أيها الإخوة هذا حديث جاب رضي الله عنه بطرقه الثلاثة حديث جاب رضي الله عنه بطرقه الثلاثة نلاحظ فيه اختلاف في الروايات وفيه زيادة وفيه نقصان الطريقة الأولى طبعا هو الطريقة الأولى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن جوجل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال في الطريق الثاني زاد يعني بمثل الطريقة الأول لكن زاد ولم أزد على ذلك شيء وفي الطريق الثالث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النعمان في الطريقة الأول قال أن النعمان بن جوجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وفي الطريقة الثانية قال النعمان بن جوجل الطريقة الثالثة قال أن رجلا ولمصرح باسمه ثم قال إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان صيام رمضان ما كان في الطريق الأولى ولا في الطريق الثاني صيام رمضان ليس في الطريق الأولى ولا في الطريق الثانية وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا ليس في الطريق الأولى ولم أزد على ذلك شيئا وإن كان موجود في الطريق الثانية أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزد على ذلك شيئا كذلك هذه اللفظة ليست موجودة في الطريق الأولى إذن قولا واحدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إلا لفظا واحدا ولم يقل أكثر من لفظ وإنما الذي يزيد وينقص في الروايات هم الرواه الرواه هم الذين يزيدون وينقصون في الرواه في الرواية بحسب حفظهم وضبطهم بحسب قوة حفظهم وقوة ضبطهم فهم الذين هم الذين يتصرفون في الرواية زيادة أو نقصا وكل هذه الروايات بزيادتها أو بنقصانها كلها في الصحيح والحمد لله كلها في الصحيح والحمد لله إذن في هذا الباب الذي بوب له الإمام النو بقوله باب بياء الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة ذكر كثلاثة أحاديث حديث أبي أيوب وهو حديث متفق عليه وحديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه وذكر أخير حديث جابر رضي الله عنه وهو تفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولعلنا نقف عند هذا الحديث لأنه بعد ذلك سيأتينا باب جديد وحديث آخر نأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويرزقنا علم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة